النهاردة عاي سألك على اتنين وابدأ بيهم براحتك يعني او ابدأ بأحدهم براحتك يعني حمدي فتحي وقاليو ديانج الاتنين قدموا مباراة كبيرة جدا مش النهاردة بس المباراة السابقة ايضا وفي الوقت اللي كنا بنقول فيه انه وسط ملعب النادي الاهلي مثالي دلوقتي بقاليو ديانج وعمل السورية بقيت تقول دلوقتي انه قاليو ديانج وحمدي فتحي بقيت دلوقتي تقول انه برانا عطيه ممكن يديك حلول وبقى الاهلي او مرسي الكورية عنده حلول كتير في وصلة المرأة كيف تطور اليو ديانج ليصبح لعب اكتر شمولي هو ده المفتاح الحل للحالة اللي بقى عليها اليو ديانج النهارية ما نيجي باتجاز معنا الحالات بتاعت اليو ديانج ان اليو ديانج تطور كثيرا بداية من مباراة ام بي شفنا ده شفنا ده انه زي الراجل بيعمل بحط كرة تحت رجله وبتري يقطع ما بينه الخطوط ده شفنا النهاردة في اكتر من كرة النهاردة الراجل بيعمل لحمد فتحي الراجل رفع عينه وعمل اسكانه والعيب العيب بيلاعب الراجل اهو الراجل بقى عنده حلول كتير يعمل ده بكامل بدايته في مباراة ام بي طب دايما نقول هل ده شغل مدير فني وتطور لاعب ولا هو وليد الصدف ادي دي حالة في مباراة ام بي الراجل دايما بيدور لك على حلول الراجل بيطلع بيعمل 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 النهاردة وقف اول مثل بس وقف هنا وقف هنا الطبيعي ان اليو ديانج عمره ما كان بيطلع في المساحات دي عمره ما بيطلب الكرة بين الخطوط عمره ما بيديك حل ويقف هو يستلم ده التطور اللي حصل اللي حصل لاليو ديانج والبروجريشن اللي حصل لاليو ديانج انه ازاي اقدر استغل قدرات روح ليبقى للحالة بتاعت الهدف التالت من اولها الحالة بتاعت الباس بتاع في المساح بعد ما عمل اسكان ورفع عينه وحطها مع تحرك طبعا نموذج لحمد فتح اللي هنجيله بعديها على طول ازاي الراجل طول الوقت قادر انه يعمل ده لا مش الحالة دي الحالة بتاعت الهدف التالت ليه النادي الاهلي فاليو ديانج يا كريم ازاي ادر مارس الكولر يطلع منه ده هو عنده لكن ازاي ادر يطلع ده من آآ اليو ديانج هو ده الحالة اللي بقى عليها وازاي الحالة بتاعت الهدف التالت الحالة بتاعت الهدف التالت ليه النادي الاهلي من بدايتها. الحالة بتاعت النادي الاهلي اللي حالة الجول التالت بتاع آآ محمد شريف من بدايته. فلما نيجي نقول بص يا كريم بص يا كريم. الراجل هنا بيعمل باص عميق منين من نص بالعب النادي الاهلي بيودي حمدي فتحي. انفراد من على الجنب بيستغل اللي في ضهر الظاهير الايمان لنادي الزمالك علشان الكرة تتمل بهدف بدايته فين? كان على العيب رقم ستة. خلاص. اليو ديانج مع العيب تاني. مش موضوع لنهارده بلاتي توريه. نموذج متطور جدا للعيب مركز ستة.